السلام عليكم حبيباتي ان شاء الله تكونوا قاه بألف خير اليو جبت لكم حلوة اقتصادية هي صابلة بالزيت تعطيكم اكتر من خمسين حبة تزين شوكولة على شكل فغيرو يجي هشيش وخفيف وليبوا هده كل الصابلة اللي يكون فيه نوعاً موحد القرمشة هده هو رائح هده صابلة ميجيش طريب ميجيش عكر طب يجي هشيش وخفيف ومرمل نفتح لكم حبة وتشوفوها يوان ما قهوة الصباح ولا قهوة العاصر شوفو كيفاش يجي باين باللي مرمل وخفيف وبالنسبة الاخوات اللي طلبوني على حلوة تكون بدون مول هده هي ان شاء الله هتجربوها ودوكم ننوحول طريقة الصابلة هده الصابلة نفس الوصفة اللي دلتها هده مدة سنتين دخلوا القناة دلكنوا تطلقوا وصفة الصابلة وصفة الصابلة الفرق اللي بيناتهم للوصفة السابقة ذات فيها سكر ناعم وهذه سكر حبيبيت اذا عندي يزوش حبة تعبيض بدرجة حرارة المطبخ ووزن حبة تعبيض 65 غرام كوب ناقص واحد سنتيمتر تع السكر حبيبيت واذا بغيتو تديرو حتى الناعم معليش رشة تع الملح ومغرف كبيرة تع عفوا المغرف صغيرة عمرتها بومبي تع الفاني نخلطو بالباتير بالخلط كاروبائي حتى نحسو هدك السكر داب مع البيض وهنا نبدأ نزيد في الزيت الزيت عندي كوب تع زيت السيعة تع الكوب اللي استعملتها 220 ميلي لتر اذا عمرناه يعني بالماء بالسوائل هنا نبدأ نضيف في الزيت بالتدريج ونخلط بالخلط عفوا بالخلط كاروبائي لانه يجب عليها حتى نضيف الحجم هنا يكون مرتفة هنا نشوفوا ملاحظة الصابلي نحللوه بالحلال ونطبعوه هدك ما نخلطوه بزاف بالباتير باش من بعد كين ندخلوه السابلي للفرن لا يدينش هدك الفقاعات تاع الهوال يدينك فقاعات في السابلي ودايما هدوك هدوك اللي في الجواني هدك الخاليات اللي يكون في الجواني نرجعوه في الواسط كما شفتو نزيد نصف كوب بتاع الكوكا والي محمص شفتو لنا ودعهراء محمص مليح باش يعطينا الدوقة بنين ونزيد هنا يا كوب بتاع نيشاء اللي هي الميزينة نخلط بالخلط الكهربائي غير شوية باش يعني هدك الكوكا ويطلق الدوقة التاعهرية شوية ما كترتش للدخلات ودوقنا نجمع الخاليط بربعمية غرام بتاع فارينة انا كنت وزنتها بالميزان ودتها في بول وبيتنا نديرها ضربة واحدة ولكن قلت الله بديتها بالاكواب نكملها بالاكواب هادا الكوب نفس الكوب بتاع ٢٢٠ مليلتر سوائل عمرتهم لي حتى الفوق بالفارينة هوا الميزان وهوا البول زيت كيس تاع خاميره كيميائيه من وزن عشرة غرام هنا شوفوا حتى درتها بعد انتبهت باللي فيها حوبيبات هاكا درتهم في الصفايا نصفيهم باش ميقودوش هاكا حوبيبات هاي شفتو كيفاش قلتلكم هادا الكوب إليك تعمروه حتى الفوق باش ثلاثة أكوب باش يعطوكم مربعمية غرام مقادير مضبوطة واللي عندها الميزان من الاحسن تتعمل للميزان باش كل شي يجي مضبوط هنا نبدلم في العجينة غير بصباعي دايما نقولكم من عجنوش السابلي وما تتقلقوش منها تقولوا راي عادة طرية شوفتو كانت الطاحين كان عادة ملتحت كنخلطوهم كامل يعني تولينا بهذا القاوام العجينة تكون الطرية بهذا القاوام والله راي طالقه واحدة رايحة كنتنا نلم فيها وطالقه الريحة بتعلق الكوكة وعطاها دوقش باب فصل البرد وخاصة السابلي اللي فيه الزيت منخله شي يرتاح غير قدامنا نخله هنا رايح البرد معليش نخليه قدامي وجدت السينية ودرت فيها البابي كويسة ودرك نقلع شوية ونشكل حربوش شوفوا القاوامة العجينة دايما ينوريكم القاوامة العجينة وما تتلاسق لها في اليدين لوالو شوفوا ما رش شي تفارينة في طاولة العمل ما والو وما لسقطش نديرو حربوش ما يكون شي كبير ماشي تروحوا ديرو دقطعوهم مقروطات كبار ومبعد دقولوا أم محمد قلت لنا كتر من خمسين ويديلكم غير واحد تلاتين ولا لا يكون هاك الحجم التاعها هي الكاميرا متبينش بالضبط الحجم تاع الحلوى ولكن انا هاد الكمية تعطني ثلاثة وخمسين حبة بهاد الحجم يعني يكون ما صغير ما كبير سدفتهم في الصينية اللي فيها البابي كليسون الفرن كنت مشعلته مسبقا على درجة متوسطة الى هادئة ندخل الفرن في الرف الوسطاني ونخلهم يطيبوا الدولي مدة نطن عشرين حتى الخمسة وعشرين دقيقة مستهزوش عليه المهم كل واحدة وتعرف كيفش تعمل مع الفرن التاحة باش ميناخرق شفتو انا دالي لون شباب دهابي من التحت ومن الفوق دوبت الشوكولات استعملت الوجدان اولي واحد الميتين قرام موزدتها هنا واحد الزوج مغارفة على الزيت دايما نزيدو الزيت كنقلاسوها بهذا الطريقة للشوكولات باش ميناش يابس خاصة الفصل البرد يقول ما ديروش الزيت غادي جي يابسة بزفديك الشوكولات ازدت لها كمية تعلق الكوكا يعني عيني ميزاني باش يجينا هاد القلاس اش كيمة تعلق الفيغيغو هاد المعروف ونقلاسي يقع الحبات اللي رهم عندي ونحطهم في البابي كويسون نفسه اللي طيبت فيه قلبته على الجهة الاخرى ونحط فيه القاطو وهذا هو الشكل كما شفتوه في الاول بسيط سريع التحضير شيش خفيف بزاف والله خفيف وبنين يوال من القهوة كما قلت لكم وان شاء الله تجربوه وتخبروني في التعليقات كيفش جاكم النتيجة هذه اكتر حاجة تفرحني وإلى الملتقى ان شاء الله مع وصفة اخرى مع السلامة اشتركوا في القناة